بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث لا دادي. من قناة مستر علي شهاتي شريفنا نقدم لحضراتكم حل الاختبارات الموجودة في الفاينل ريفيجن الخاصة بكتاب بيت باي بيت. هنبدأ الفضل اللي هرده على التست نمبر وان تست الاولاني. عشان تتدرب اكتر على الامتحانات. اول سؤال عند حضرتك بيقول لك فينش زفلوينج دايلوغ هتمل المحادسة الى اتية. والمحادسة الله يكرمكم لازم تقراها كلها على باضيها قبل ما تحل عشان تفهمها بتتكلم عليه. بيقول لحضرتك. الي and حسام are talking about STEM schools. بيتكلم هم اتنين عن مدارس STEM. الي فبيقول له هاي حسام ورد عليه قال له هلو علي. وراح يولاد سألوا سؤال. بعد كده الله يكرمكم الي قال له I'm going to a STEM school. Have you heard about it? سألوا سؤال. حسام رد اجابة مش عارفين ايه هي. قال له how good are you at science? science اللي هي العلوم. علي اجاب لاجابة معينة. حسام راح سألوا سؤال يا ولاد. قال له yes. رد عليه قال له yes. these kinds of schools are found in many countries. موجودة في بلاد كثيرة. يبقى المحادثة سؤالين يا ولاد وجملتين. تعالوا مع بعض كده نفهموها. نقول حضراتكم. علي حسام. هلو علي. راح سألوا سؤال يا ولاد قال له I am going to a STEM school. الاجابة الله يكرمكم موجود فيها زكرة فيها STEM school. STEM school عبارة عن هي سنة تالتة مكان. يعني هو سألوا على مين? على المكان. طب بس على المكان مين يا ولاد بكلمة هين? هادي كلمة where? طب كتبنا اداة الاستفاهم يا مستر. فضل ايه? فضل الفعل المساعد. ادي I ولاد الفاعل. بعدها going to زاهبون الى. طب ادي الفاعل I هتحول الى you. طب وام يا مستر. احنا عندنا ام واز وار يا سنة تالتة عدادة. اما I was مع المفرد. وار مع الجمع. في الانجلش you تعامل مع مالك الجمع. فتبقى where are you going? اين انت? زاهب. رد عليه مادام ذكر له where او سأله where يبقى لازم يذكر له مكان. والسؤال اللي بعد كده يا سنة تالتة عدادة بيقول حضراتكم have you heard about it? دي سؤال به? هل بها دات استفاهم ولا سؤال بهل? دي سؤال بهل يا مستر. طب يبقى الاجابة بنقول له يا ممتزين يا yes. يا no. يبقى يقول له yes. you تحول الى I have. نعم انا سمعت عنها. وحسن سأله سؤال قل له how good are you at science? اي اخبارك في مادة العلوم? هارد يقول له يا اولاد I am very good at science. انا شاطر خالص في مادة العلوم. راح بعد كده. حسام سأل سؤال يا اولاد رد عليه قال له yes. يبقى السؤال به ممتزين. السؤال بهل? اجيب ازاي كلمة هل? انا شرحت قبل كده هسيبه لحضراتكم الفيديوهات بتاعت ازاي تحل المحادسة في الوصف. هعتبر اسم مش موجودة خالص يا اولاد. وابدأ اشرح الجملة. فين الفعل بتاع الجملة دي? these kind of schools اكتب من اول فاوند للاخر يا اولاد فاوند. واكتب من اول فاوند الاخر فاوند. كده انا بقرر نفس الجملة يا بعد السؤال بهل. سؤال نمبر تو يا سنة تالتة عدد بيقول حضراتكم. اللي هو سؤال مين يا سنة تالتة? المواقف. وقلنا الموقف بيجيب لك جملة وبيجيز حفظ حضرتك للكلمات وازاي تتفاعل مع الموقف ده. وقلنا في الموقف الله يكرمكم عشان تحلوا صح لازم يتحدد حضرتك. هل انت سائل فمحتاج من حضرتك سؤال? ولا مسؤول مطلوب منك جملة? يبا انت هتعمل سؤال يا هتقول جملة. بعد اول حاجة بيقول لحضراتكم you want to emphasize. يبا ما قالك you want to ask بعز منك اه? جملة هنا. سلوب التأكيد يا اولاد. سلوب التأكيد. اعمل ازاي? اقول له remember. remember يعني تذكر. z. سهل خالص المواقف. انا بقول للطلب عندي حاول تستغل كلمات المواقف. تذكر ان. انا بعمل تأكيد على مين يا سنة تالتة. بعمل تأكيد يا من سترعة الجملة دي. يبا هكتبها تاني. studying. طب يا مستر المحافظة remember. don't forget. اياك ان. تنسى. زات. وكمل من باقي. من بعد زات للاخر. ده اسلوب تأكيد. يقول له كيف الموقف التاني الله يكرمكم. your uncle has had an accident. your feelings about that. خبر ده ان عمك عمل حدثة. خبر جيد ولا وحش. لا مستر خبر مش جيد. يبا تفاعل مع الاخبار الغير صار اقول يا اولاد. او. دي. هو الرد. او اقول لي تاني مستر. ام. sorry. to hear زات. ده مستر خبر غير سعيد فتفاعلته مع باقي واحدة من دول. الموقف التالت الله يكرمكم بيقول حضراتكم. you ask المطلوب منكم يا سنة تالتة هنا. المطلوب مني يا مستر سؤال. your friend who his or her favorite champion is? مين البضل بتاعه? المفضل. يبا هنا ما قال لك you ask. انت بتسأل لبعز منك سؤال. انا هبسأل مين هسأل صاحب فبقول له what's your favorite champion? طب لو غير لك champion وخلى لك sport برضو نفس القصة. خلى لك subject نفس القصة. ما بضلك المفضل او ما مادتك المفضل. بعد كده يا سنة تالت اعداد حضراتكم سؤال من القطعة. تعال نقروا القطعة مع بعض. شوف بتتكلم عليه. بسم الله. it was rainy day in December. the farmers were working in their fields. زمن الماضي المستمرة. بيقول لك كان فيه يوم منطر. في شهر اثناشر. وديكم شايفيني الجو ساقع ازاي. في اللاحين كان شغالين في الحقول بتاعتهم. قلوا منهم في حاجة زي الفيضان كده. وهو كلهم عرضين للخضر. قلوا منهم. they didn't believe him because he was just a boy. استقلوا به وما صدقوهوش يا ولاد. بعد الكلام ده بساعة. the high water in the river came over the land. المية غطت كل الارض بتاعتهم. the farmers knew that the boys' words were true. صدقوا. قالوا to save their fields and houses. but they were unable to control the water of the river. ما قدروش يا ولاد يسيطروا على المية. they had to run away. يضطروا انهم يجروا. they were very sad because they lost posts their crops and their houses. in the afternoon some engineers came with some machines that they used to take the water out of the fields. بعض الضهر جوهم المهندسين يا ولاد. ويطلعوا لهم المية من الحقول. حضراتكم بيقول حضراتكم why was the boy shouting. لماذا كان يصرخ هذا الطفل يا ولاد. ويقول نواي دايما تسأل على السبب. لما هقول الإجابة بتاعتها هتلاقوا الإجابة بتاعتها موجودة في القطع يا ولاد. هادي السبب يا سنة التالتة هادي. بيقول حضراتكم. he told them the river was coming up and they were in danger. يبا نكتبوا يا مستر دي الإجابة نقولوا يبا نكتبوا كده يا ولاد. because بسبب the river was coming up and the farmers الفلاحون where كانوا in danger in danger كانوا في خطر. السؤال الثاني بيقولكم why didn't the farmers believe the boy لماذا أولاد ما صدقوهوش. نقولوا because بسبب ما لأولاد ممتزين. he was young كان صغيرا. he was young. كان صغير السن. يبا نتعلموا نحن دي إجابة number two. نتعلم ما مستر إن إجابة بتاعة why. السؤال بتاع why السنة التعدادية. هتلاقي because يا إما هتلاقي كلمة من. to زائد المصدر. to زائد المصدر معناها لكي. because معناها بسبب أو لأن. قد كده بيقول حضراتكم what do you think would happen if the farmers believed the boy. تفتكر يا حضرتك هيحصل لو كانوا صدقوا الواد ده. سألها خالص يا أولاد نقولوا. they didn't lose ما كانوش خسروا. there crops ما حصيلهم and houses والمنازل بتاعتهم. لو صدقوا الواد ما كانش خسروا الاثنين دول. قد كده سنة تلتة العدادة بيقول حضراتكم choose the correct answer from a, b, c, or, d. قلنا سؤال اللي تشوز الله يكرمكم عبارة عن جملة بتبقى مكتوبة في القطعة بيخبيلك منها كلمة او سؤال ممكن يكون مبني على الفهم. بيقول حضراتكم the underlined word they refers to the. قلنا دايما في مرحلة ان اي كلمة عايدة تعود على عايدة على اللي جاي قبلها. انا بارسم السام ده. ارجع للكلمة اللي جاي قبلها يبري. فارس تو معناها تشير الى. الكلمة دي عايدة على مين يا اولاد. تعالوا نشوف القطعة كده بتقول يا اهو النص. some engineers came with some machines that they used to take the water out of of the field. مين هنا اللي هيستخدم مين اللي هيستخدمها اللي هما مين? الانجينيرز المهندسين. السؤال number five بيقول حضراتكم برضو. the engineers came to the fields. الهدف من ان المهندسين جووا انهم build ولا water ولا save ولا plant. لا يا مستر انهم يعملوا save يعني ينقذ. اما الووتر يا ولاد. الووتر في الانجليزي معناها مستر المياه. ومعناها يسقي او يروي. بعد كده السؤال عند حضراتكم. the reader اللي هو على black beauty. على القصة بتاعتكم. وصل بين العمود A والعمود B. بيقول لحضراتكم اول سؤال. square gordon's wife. زوجت square gordon D. عملت هي اولاد في القصة. عملت اكتر من حاجة يا مستر هي اللي سمته black beauty. هي اللي كانت سبب في الاحداث انهمالها كان مرضها. حضروا لها الدكتور. شوفوا دلوقتي مع بعض. لا يا مستر هي عملت مين? عملت بي. يبقى ايه يا مستر تبقى بي. ولما تختار زي كده اعمل عليها خط صغير ان خلاص اخترته. وصل ما تختارهم الشتين. قاعد كده square gordon يا اولاد. square gordon عمل ايه مستر. اهي سان كده black beauty رقم اي. يبقى square gordon يا سان كده black beauty for saving him at the bridge. شكر black beauty على انقاذ حياتهم عند الكبر يا يا اولاد. جون مالي. الرجل سايز دع عمل ايه اولاد? who looking after black beauty when he was ill? بدي number a. فضلي معانا اولاد اليرل and lady smith. دول عمل ايه من اخر ملاك في الشابط الالتالت حضراتكم اللي هو رقم من C. قاعد كده بيقول لحضراتكم. how do you know that black beauty had good owners? الملاك بتوع black بيوتي يا اولاد من اول farmer gray لحد اليرل. زي كانوا ملاك جيدين. كل هم اشترك انهم مالهم يا اولاد زي. give. اعطوه healthy food. معظمهم اعطوه اكل صحي يا اولاد. عندي تانية mister and. هذه الاجابة يا اولاد. comfortable. stable. اهم واحدة يا اولاد اللي هي من زي. didn't. ودي اهم واحدة treat him like a machine. كلهم اولاد ما عملوش بلاك بيوتي كأنه اياه على انه قال. بعد كده بيقول حضراتكم. why do you think john was able to take the horses outside the burning stables. ما قامت الحريقة يا اولاد. من الوحيد اللي كان قادر يخرج الاحصنة جنجر و black beauty اللي هو جون. ليه يا اولاد بيقول حضراتكم. because يا مستر. the horses. the horses. الاحصنة ما له. love. and trust. trust. him. الخيال عيحبو يا اولاد وياسقو. في. اي تاني. زي. weren't. afrid. ما كانوش خايفين. of him. لم يكونوا خايفين منه. سؤال السادس بيقول حضراتكم. choose the correct answer from a, b, c or d. اول واحد بيقول حضراتكم. he went to a bizarre to buy some. راح البيزار ده عشان يشتري food, books, flowers, crafts. يا اولاد. هنا معناها يا اولاد المصنوعات. اليدوية. حاجات مصنوعة بشغل اليد. بعد كده بيقول حضراتكم. I have a great in music. I have a great in music. interest fact title headline. لا كلمة اهتمام يا سنة التعداد اللي هي مين يا مستر. I dress when I go to a formal party. I dress when I go to a formal party. لما روح حفلة رسمية. هل dress down, up, in, about. تاخد دايما dress. تاخد حرف الجر. عندكم up. يتزين اويل بس يا اولاد. السؤال الرابع. sport is important for everyone. لا يتجمنا دايما تبقى الفعل غالبا مضاف له. I N G. اللي هي جيرانت بتاع unit 8. do ying. ممارسة الرياب. بعد كده بيقول حضراتكم. people use salt to fish and other food. مستخدم للملح يا اولاد احنا عشان نعمل للك. يعني يحفظ. السؤال السادس. who is your in the tennis competition. من سابقت او منافسة بتاعت التنس. مين حضراتكم. spectator, inventor, opponent. opposite كلمة منافس اللي هي مين. opponent. بعد كده السؤال اللي عند حضراتكم number seven. اللي هو rewrite. الرأيت قلنا الله يكريمكم انك لازم تبقى فاهم حضرتك. ان في الرأيت لازم تحافظ على معنى الجملة. والزمن. دول القاعد بتاعت مين. بتاعت الرأيت. انك تحافظ على معنى الجملة. وزمن الجملة. وغالبا الكلمة اللي بيجيبها لحضرتك لازم هتمشي كلمة. غالبا عشان معنى الجملة يستقيم. تعالوا نشوفوا الاولانية بيقول حضراتكم my brother couldn't read the letter I send him. اخويا مكدرش لم يستطع ان يقرأ الجواب اللي بعته. وعاز يقول لحضرتك استخدم لك كلمة قولنا اولاد وحدها ما تنفعش. قولنا لازم تجيب معها was aware was able to was مع المفرد يبب التركيب على بعض اسمها was able to. طب يا مستر هنا جايب لي couldn't. couldn't يبب على طول النفي يجيب نفي couldn't يبب تساوي wasn't or weren't. ماي برازر الله يكرمكم تاخد مين على طول تاخد wasn't. يببها مشي couldn't دي اولاد خالص تمشي وحضبها كانها wasn't able to هي هي نفس الجملة ماي برازر اهي عشان برضو ما تخطخبطوش wasn't able to read وكمل الباقي زي ما هو يا سنة ثالثة. قعد كده السؤال number two بيقولكم I have got more money than مونة. قال لك استخدم لي كلمة وليس كنا معناها اقل فهموا على الجملة الله يكرمكم. واحد بيقول لك أنا معي فلوس اكتر من مونة وقال لك استخدم لي كلمة اقل مونة ومن الاعلى اللي هو I قال لك ابدأ اللي بالادنى عشان تبقى كلمة لس عشان معنا الجملة تستقيم يعني هقول لي مستر مونة has عشان مفرد تمتلك هجيب كلمة مين لس الموضوع اللي بنقرن فيه من مونة زين I ضمير فعل تحول تبقى مستر تبقى ضمير مفعول I تبقى جملة الثالثة بيقول حراراتكم I bought you some flowers قال لك استخدم لي four يبهاج يعمل تقديم وتأخير بمعنى I ضمير مفعول به هنا عاقل وغير عاقل يعني بيقول حضراتكم اخر هولي قلنا المفعول به العاقل السلطه اكبر لو جيف الاخر لازم اجيب قبله حرف جر عندكم الافعالة اما تاخد two اما تاخد four يعني اقول لي مستر I bought فين المفعول به هنا هجيب من الغرعق some flowers for you ادي كلمة for بعد كده الاخر حاجة عند حضراتكم اللي هو البروغراف اكتب باروغراف عن مين عن الريدي حضراتكم دايما بتدوروا على مقدمة خذوا المقدمة البسيطة دي بتقول يا in the mixed few lines i am going to write about about القراءة اللي هي مين reading يعني قصدك يا مستر دي مقدمة يا اولاد تكتبها في موضوع بس تغير مين تغير اسم الموضوع تعالوا نختاروا مع بعض جملة بسيطة اقول يا اولاد reading is very useful مفيدة جدا يا مستر it تساعد هلبس تساعدنا us to يتعلم learn ويعرف and know الكثير من a lot of information عاد ساعدنا يا مستر ان انا اعرفوا معلومات كتير اكتب جملة اقول reading كلمة تغني اسمها يا اولاد rich وحطي لها in في الاول تبقى in rich تغني our عقول minds تقول i like reading يلا استغل كلمات المانهج بتاعات حاضراتكم many many انواع يعني kinds of stories قصص كثيرة انواع مختلفة like miss historical 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 or detectives we should read يجب علينا ان نقرأ هذا مين باراغراف صغير اولاد عشان بس المساحة ده باراغراف صغير يا سنة تالت اعداد زاكروا سلموا امركم لله ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعالوا الجرس عشان توصلكم باقي للتستات ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته